على الهواء مباشرة وأمام العراقيين تتحدون أي طرف كان من يكون أن يثبت لكم أن هذه الشركة إسرائيلية على الهواء بالتأكيد أن وزارة النقل عانت لعقود طويلة فيما يخص ملف المطارات تم إعادة المطارات إلى وزارة النقل في الشهر الثاني من هذا العام كانت هناك روية لوزارة النقل أن يكون هناك تطوير لمطاراتها وكذلك الانتقال بنقل نوعية خصوصا في مطار بغداد الدولي حقيقة كان هناك عقد موقع مع المؤسسة التمويل الدولية وهي أحدى مؤسسات البنك الدولي هذا العقد هو عقد استشاري وطبيعة العقد أيضا معلوماتها موجودة عدنا حاليا وأيضا مؤسسة التمويل الدولي هي أحدى مؤسسات البنك الدولي والتي يتكون من خمس مؤسسات رئيسية العراق كان جزء من هذه المؤسسة يعني عضو في هذه المؤسسة عام 1956 طبعا انضمام العراق إلى البنك الدولي كان عام 1945 وانضمامة لمؤسسة التمويل الدولي عام 1956 مؤسسة التمويل الدولي هي أحد عظام جموعة البنك الدولي وهي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية وعملها على القطاع الخاص ببلدان الأسواق الصاعدة وتعمل في أكثر من مئة بلد في أنحاء العالم طبعا الشرح مفصل وكذلك أيضا معلومات عن هذه المؤسسة بشكل مفصل إحنا كتعاقدات وكإجراءات الحكومة العراقية لا يمكن أن يكون هناك تعاقدات أو إجراءات تتعارض مع القوانين التي يعمل بها العراق والدستور العراقي أو يحضر الدستور العراقي هذه المؤسسات الحقيقة أن هذه المؤسسة هي عملت في العديد من الحقول سواء في العراق وكذلك خارج العراق ولا يوجد لدينا كمعلومة رئيسية أن هذه المؤسسة هي مؤسسة إسرائيلية نتحدث عن البنك الدولي فالبنك الدولي هو مؤسسة عالمية قبل أن تتعاقدوا معها الـ IFC ومؤسسة التنمية الدولية وين اشتغلت بالعراق قبلكم؟ بأي قطاعات؟ شرنا الموضوع مهم أنه من عام 1956 العراق عضو بهذه المؤسسة حاليا تساهم مؤسسة التنمية الدولية في تنمية القطاع الخاص بالعراق حيث قدمت أكثر من 1.9 مليار دولار منذ عام 2005 وتبلغ محفظة استثمارات المؤسسة حالية نحو 350 مليون دولار في قطاعات رئيسية مثل الطاقة والاتصالات والإنشطة المصرفية واطلقت المؤسسة عدة مشاريع استشارية لدعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص وإفساح المجال أمام الشركات المحلية للمشاركة في الإنشطة الاقتصادية والاستفادة كذلك من الفرص وخدمات التمويل المتاحة في السوق ودعم منظومة الأعمال في العراق هذا كله يتعلق بالعراق يعني ما معنا لما الموضوع يتعلق بمطارات العراق ويتعلق باستشارات أو محفظة استثمارية تطور مطاراتنا الموضوع يصير بتخوين ونحن ذاهبين بتجاه التطبيع لم يكن هناك على مستوى التاريخ الحديث للعراق أكثر وضوح من الحكومة الحالية بقيادة السيد السوداني في إبداء رأيها أمام المجتمع الإسلامي ومجتمع العربي في الدفاع عن قلايا المصيرية للشعوب المظلومة سواء في فلسطين ولبنان وكانت هناك محافظ شاهدة على خطابات وبيانات الحكومة العراقية في الشجب والمواجهة الواضحة في الدفاع عن المظلومين بطريقة تنسجم مع طبيعة السياسة العراقية في الدفاع عن حقوق الآخرين فأعتقد أن عملية التشكيك والتخوين بهذه الطريقة وإسيئنا ومؤسساتنا طيب إسيئنا يا سيدنا العزيز سيدنا العزيز أنتوا الآن تقول هذه الشركة عملت في العراق من عام 2005 ولديها مليون وتسعمية لا لا هي هو العراق العراق عضوا بيها من عام 1906 وهي واضحة عندي عانا أقول عدها استثمارات في العراق ابتدأت من عام 2005 ماكو واحد اعترض وقال شركة ما قال عليها شركة إسرائيلية أنت تقول مؤسسة التنمية الدولية من خمس شركات هذه الشركات سؤالي سيدنا حتى أمطيك الوقت هاي الشركات شركات متعدد جنسية لو شركات تحمل جنسية هاي بريطانية ديتش هندية هاي إسرائيلية هاي عراقية هاي شركات متعدد جنسيات لو صاحبت هوية هاي شركات هي لا لا آي أف سي هي مو شركة هي مؤسسة تنطق دراسات استشارية هي جنسية معينة لما نشوف دول المنطقة لا 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 احنا نتحدث عن مؤسسة تابعة البنك الدولي أما الشركات اللي ممكن تدخل بالاستثمار بالعراق لربما تكون شركات عراقية أو شركات أجنبية أو شركات دولية قريبة من العراق هذا يتعلق بموافقة الشركة العامة لإدارة البطارات للقبول بهذه الشركات وفق المواصفات العالمية المؤسسة تنطق الدولي هي ما تبرض علينا طبيعة الشركات اللي راح نتعامل معها أجيك على هذا المحور مجرد يتقدم دراسة والدراسة أجيك على هذا المحور سيد سيد ميثم لكن الآن على الهواء مباشرة وأمام العراقيين تتحدون أي طرف كان من يكون أن يثبت لكم أنه هذه الشركة إسرائيلية على الهواء بالتأكيد بالتأكيد نحن نعمل ضمن قوانين وأنظمة المعمول بها بالعراق ولا يمكن لنا أن نتعامل مع مؤسسات صهيونية أو تابعة للكيان الإسرائيلي بالتأكيد أنه نلتزم بالقوانين وكذلك نحن أيضا منزمين بأي معلومة تقدم من قبل أي شخص يحددنا عائدية هذه المؤسسة لدولة فلانية بالتأكيد راح نكون نحن مدعنين إذا كانت هناك بقرارات جدية قطعية من قبل قضاء العراقي ونحن مزمين بتطبيق القانون اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة